السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله دي المولود السنة النبوية بوركت في الموهوب وشكرت الواهب هو الله تعالى وبلغ أشده ورزقت بره لمعرفش يقول الله يبارك الله يزيد في الخير وهذه نعمة عظيمة فنطلب الله سبحانه وتعالى ان يحفظ الاولاد والبنات ونحن ان شاء الله تعالى في كل حلقة من هذه الحلقات نتناول قضية من قضايا الدين لعند ارتباط بالحياة ونشرحها فقهيا نبقى دائما مع القرآن العظيم والسنة المطهرة ومقاصد الشريعة العليا واسأل الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم بعد ذلك اذا كان المولود ذكر انه يختن يختن فالختان هو ايضا من سنن الفطرة له ان يختنه في اول اسمه الاول ممكن ان يختنه بعد الاسمه الاول في الاربعين هو حر حسب فهو استحباب اي وقت قد تنتهو هو استحباب ويكون وجوبا لما يبلغ البلوغ حينما يشك البلوغ عنده احدى عشر سنة اتنشر سنة صار واجبا ولكن قبل ذلك اي وقت اخترته في الاسمه الاول اسمه التاني في الاربعين كله خير والطبيب هو اعلم كيدر التحليل الدموية للمولود وكيلقى بانه ما عندوش متران شي فقر دم او شي حاجة اللي هي مؤثرة فيقوم بختانه الختان يبغي ان يكون مستورا ما يعرفوش الناس يكون مستور حماية للمولود لانه قد يتعرضوا للعين اما العقيقة مثل الزواج يكون في الاشهار وكيكون في الاعلان ويجمع لها الاهل والاحباب ويعقلها كتكون دبيحة هذه الدبيحة هي كتحمي من العين بحال في الزواج الزواج كندروا الدبيحة لماذا؟ اراقة الدم كنحمي العروسة من العين وكنحمي العائلة ديلها من العين كيكون الشاعر كبير الناس صرفوا في اموال طائلة وبغيروا يفرحوا قد يصابون بالعين ولكن لما كان دلوا الدبيحة لله ويراق الدم يحمي من العين كذلك العقيقة كتكون تجمع العائلية وكيكون مظاهر الاحتفال ولكن لما نعقوا الدم يحمي من العين العائلة والاحباب اشكي قلوا للأهل كيقولي السنة النبوية الدعاء المأتور بوركت في الموهوب وشكرت الواهبة وبلغ أشده ورزقت بره هكذا من السنة النبوية كنقولو للوالدين ديل ديل المولود السنة النبوية بوركت في الموهوب وشكرت الواهب هو الله تعالى وبلغ أشده ورزقت بره لما عرفش يقول الله يبارك الله يزيد في الخير وهذه نعمة عظيمة فنطلب الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأولاد والبنات ونحن إن شاء الله تعالى في كل حلقة من هذه الحلقات نتناول قضية من قضايا الدين لعند ارتباط بالحياة ونشرحها ثقيا نبقى دائما مع القرآن العظيم والسنة المطهرة ومقاصد الشريعة العليا وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم بعد ذلك نحنك له فمه بتمارات هذا من السنة نأخذ قطعة من التمر ثم نضعه في أيدينا ونحنك نستاكله في فمه يمين وشمال لماذا؟ قيل لأن هذا الثمر فيه واحد المادة للجليكوز وهي سكرية طبيعية والمولود يحتاج إلى ذلك خصوصا وأنه يجرح في القصبة الهوائية ديالو لما يستنشق الهواء أول مرة لأنه كان في بطن أمه محميا لا يشعر بتعب ولا بمشقة وعنده كمية الهواء المناسبة الآن خرج إلى الهواء الطبيعي فقد يجرح في قصبته الهوائية لما نستعمل له هذا التمر نحنك له فمه بتمرات هذا المادة السكرية الطبيعية كتخليه يشعر بالأرياحية ولا يشعر بالألم ثم هذا التمر يخليك لا محلو يعني فيما بعد يخليه حلو لأن التمر مزيد تأكل المرأة عند الحمل وعند الوضع وأيضا نحنك للمولود فمهو بتمرات وفي القرآن العظيم يقول ربنا عز وجل للسيدة مريم العذراء وهزي إليك بجدع نخلي تساقط عليك رطبا جانية فكلي واشرب وقرعينا فالتمر يعطي واحد الانطباع على أن كلامه حلو صورته حلو مقامه حلو بإذن الله تعالى ثم بعد ذلك يعق عنه العقيقة ضرورية ومؤكدة هي للاستحباب لأن الأحكام الشرعية منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب العقيقة هي مستحبة لكن استحباب قوي كتسمها استحباب للسنية ليس للوجوب والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قلنا للذكر شاتاني وللأنت شات واحدة من لك يكون المولو الدكر كان نبحو له جوج ديال الحوالة وإذا كان أنت كان نبحو له حولي واحد طبعا هذا ليس تمييز بين الذكر والأنت وإنما هو من باب ربنا يشرع فالأنت ما زال كتسال واحد ضحية أخرى هي أنها لما تكبر تيمن أنها تكبر بسرعة وغير تزوج والخطيب ديالها سوف يأتي بشات فالخطيب اللي كي بغي يخطب وكي بغي تزوج قال لي التمس ولو خاتم من حديد وأولم ولو بشات هي الضروبة كي يجيب العريس فيما بعد ولهذا دك المولود اللي عنده شاتان هو لا يخلص فيما بعد هذا الشات هي لكان توأم أحداثا توأم لكان توأم ذكرين يعني كبشين كبشين كما فعل النبي الكريم مع سيدنا الحسن والحسين عليهما السلام ضحى بكبشين كبشين لكل دكار كبشين كبشين إلا كانت توأم أنت كانت تكون كبش لكل واحدة وطبعا الأضحية أو العقيقة عند أحكام الأضحية يعني كيكون إما بالماعز أو الضأن اللي هو الكبش أو البقار أو الإيبل البقار يخص يكون عنده سنتين والإيبل استوفى خمس سنوات والشات استوفت سنة واحدة وخص تكون سليمة من العيوب يعني لا يجوز العوراء البين عوروها ولا العرجاء البين عراجوها ولا الهزيلة التي عجفها لا 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 ينبغي أن تكون واحدة العقيقة بحل الأضحية تكون سليمة من العيوب وتكون جميلة وتعق على هذا المولود يوم سابعه سبوع ديالو إذا تعذر يوم السابع فيكون يوم الرابع عشر فإن تعذر يوم الرابع عشر فليكون يوم الواحد والعشرين فإن تعذر في أي وقت أو حين وهذه الدبحة هي من السنة أن الجزار لغديد بحاب خصيك متوضي نلتمس فيه الخير ويسمي الله تعالى بسم الله تبارك الله لما إن صلاتي ونسكي ومحيي ومات الله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وينحارها وحينما يقوم بتقطعها من السنة اللا يكسر عظمها يكون جزار فنان كي يتبع المفاصل ديالها دون تكسير العظم وهذه العقيقة فيها شكر لله تعالى ربنا أعطاك مولود هو عبارة عن لحم وشحم وعظم وأعصاب وانتكت فيديه كأنه فيديه تفديه بإراقة الدم وهذه العقيقة فيها معاني كثيرة الإنسان لما يقيمها له أن يأكل منها له أن يهدي منها له أن يصدق منها ومن السنة أن يجمع الأهل والأحباب للطعام كي يكون تكافر الاجتماعي يدعى إليه العائلة والأحباب والأصدقاء والجيران ويتصدق من على الفقراء والمساكين فالحقيقة هي نوع من التكافر الاجتماعي صناعة الطعام هو كل خير في الإسلام عندنا مناسبات كثيرة دائما الإسلام يشجع على المناسبات لفي الإطعام يتجمع الناس للإطعام في أي مناسبة طيبة كل خير السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله